لا يكل اليمني ولا يمل في نصرة غزة والشعب الفلسطيني مشهد يتكرر أسبوعيا من الخروج الكبير المتجدد لليمنيين في عشرات الساحات في عموم المحافظات اليمنية والمديريات والقرى يجدد فيها اليمنيون موقفهم المساندة والداعم شعبيا ورسميا لمواجهة إسرائيل إضافة إلى توسيع العمليات ضدها برا وبحرا وجوان خروجنا إلى ميدان السبعين هو تضامنا مع إخوتنا الفلسطينيين ومع محر المقاومة في هذا العالم مع إخوتنا في غزة وفي فلسطين من أجل نصرة القضية الفلسطينية ورسائلنا إلى العدو الصهيوني والأمريكي والبريطاني وعملائهم بأننا سنواجههم حتى رفع الحصار ورفع العدوان عن إخواننا في غزة المتظاهرون رفعوا العلمين اليمني والفلسطيني وكذلك اللافتات الداعمة لمحور المقاومة وعملياته الجهادية من العراق إلى لبنان وأكد المتظاهرون في بيانهم قدرة حزب الله اللبناني على مواجهة العدو الإسرائيلي وإلحاق الهزيمة به إذا فكر في شن عدوان شامل على لبنان نشهد للعمليات التمعية المتصاعدة من جبهات المساعدة للشعب الفلسطيني في لبنان والعراق والتي لها تأثير كبير ونؤخذ زكتنا في الأخذ المجاهدين في حزب الله لأنهم قادرون على إلحاق الهزيمة المفر بيان التظاهرات أشاد بالخروج الشعبي المتواصل في الأردن والمغرب واستمرار الحراك الطلابي في الجامعات الأمريكية والأوروبية مع مباركته العمليات المشتركة مع المقاومة في العراق والتي تجسد أمال الشعب العربي في الوحدة والتعاون مسيرات جماهيرية متجددة من صنعاء إلى صعداء خرجت إسنادا لغزة ومباركة للقوات المسلحة اليمنية تطويرها ترسانتها العسكرية وتوسيع نطاق عملياتها ضد أهداف أمريكية وإسرائيلية أحمد محمد زبيبة من ميدان السبعين بصنعاء الميادين